بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة الكرام الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اليوم المبارك في مجلس الخميس الثقافي والذي سيكون فيه لدينا برنامج أول وبرنامج ثاني فالفقرة الأولى ستكون المحاضرة محاضرة يوم الخميس الثقافي كالمعتاد والمسار الآخر لهذا اليوم هو معرض للكتاب تعرض فيه الهيئة ومؤسستها البصائر الكتب التي تمت طباعتها في الهيئة ونبدأ الآن بمحاضرة بعنوان وقفات في الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق مسارات العمل والمنجز المتحقق يقدمها الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي العربي الأمين الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا الإخوة الحضور الفضلاء الكرام تحية طيبة مباركة من عند الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادي أذيبد يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الإخوة القائمين على إدارة مجلس الخميس الثقافي الذين منحوني هذه الفرصة لأتحدث إلى حضراتكم في واحد من أكثر الموضوعات أهمية في ساحتنا العراقية الإخوة الفضلاء أن الحديث عن هيئة علماء المسلمين في العراق حديث عظيم وحديث كبير لا لشيء سوى أن هذه الهيئة المباركة قامت في وقت وفي ظرف لا يعد ظرفا طبيعيا ولا أمرا اعتياديا يجري في ميدان العلماء وفي ميدان العراقين بشكل عام الهيئة بتأسيسها وانطلاق فعلها وعملها في ميادين المشهد العراقي كافة دائما ما يتعلق الحديث بذكراها بثلاثية من الذكرا إذ إنها تزامنت في وقت واحد وظرف واحد وباتت هذه الثلاثية أو عناصر هذه الثلاثية يلازم بعضها بعضا لا يكاد يذكر قسم منها إلا وذكر القسم الآخر سواء عند الإيراد أو عند النظر أو عند التحليل أو حتى عندما نؤرخ لتاريخ العراق المعاصر في الألفية الثالثة تعلمون جيدا أيها الإخوة أنه في أسبوع واحد تلتقي في الذاكرة العراقية ثلاثية من الأحداث تتعاطى فيما بينها بحيث هذا التعاطي يجعل بين هذه العناصر الثلاثة نوعا من التلازم والمقتضيات أو فلنسميها بذا صحت العبارة نوع من الاتحاد والمشتركات أحيانا تكون هذه العناصر متوائمة وأحيانا تكون متضادة فنحن نعيش في أسبوع واحد الذكرى الأليمة باحتلال العراق ثم ذكرى تأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق وبينهما الذكرى التي يفتخر بها جميعنا وهي انطلاق المقاومة العراقية ففي هذا المشهد الثلاثي المتكامل هناك نوع من التكامل ما بين هيئة علماء المسلمين بمشروعها المناهض للاحتلال وما بين المقاومة العراقية بمشروعها المضاد والمقاومة للاحتلال هذا من جهة ومن جهة أخرى مشروع الاحتلال السياسي ومخرجات الاحتلال وما إلى ذلك جميع هذه تتزامن في وقت واحد وتتلازم عند الحديث وعند التعاطي مع المشهد إن هيئة علماء المسلمين في العراق هي الصوت الذي ما فتأ يزداد علوا سواء في شدته أو على مستوى مكانته وطالما مثلت الهيئة رقما صعبا في معادلة المشهد العراقي ذلك بسبب مشروعها الكبير الذي خرجت إلى العراقين به منذ خطوتها الأولى في مواجهة الباطل ومناهضته فقد تبنت رؤى ووسائل إنهاء صور الاحتلال وآثاره ومخرجاته وفي مقدمتها نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي تفش فساده في الأرض وامتد إلى ما هو أبعد من حدود الوطن إذا أردنا أن نتحدث بشكل مجمل عن مشروع هيئة علماء المسلمين في العراق فإنه يسعى إلى تحقيق استقلال تم للعراق وفرض سيادة كاملة على أرضه ومقدراته وثرواته بعيدا عن الأيدي الملوثة التي تتحكم به حاليا وفي هذا الإطار عمدت الهيئة في مشروعها إلى تقرير مبدأ المواطنة والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي سواء في الحقوق أو على مستوى الواجبات وذلك تمهيدا لإنشاء نظام سياسي عادل كفيل بتحقيق مصالح العراقيين خاصة وأمة المسلمين بشكل عام مد انطلاقتها حرصت هيئة علماء المسلمين في العراق على الاعتراف بفضل المقاومة العراقية وإثبات حقها المشروع في الدفاع عن العراق فكانت ولما تزل تمثل الخط السياسي للمشروع المقاوم الذي لا ينفرط عن نظيره الميداني بل يتكامل معه ويعتضد ولعل فقه فصائل المقاومة وفهمها العميق لهذا المشروع كان من أبرز ما شهدته الساحة العراقية في وقت مبكر من عمر الاحتلال ولا سيما في العقد الأول منه حينما خولت الفصائل الأمينة العامة الراحل للهيئة الشيخ حارث الضاري رحمه الله خولته ليكون ناطقا باسمها والمعبر عن مشروعها سواء في الأوساط المحلية أو الإقليمية أو حتى الدولية فكان نعم المختار ونعم الاختيار اليوم في هذه الذكرى نقف معكم وقفات نسلط فيها الأضواء على أبرز ما تميزت به الهيئة في غضون عقدين من عمرها وما ذلك إلا أمثلة عابرة أو فلنسمها شذرات منتقات نريد منها بيان الصورة الكلية للهيئة وحقيقة فكرتها وإلا فإنما في جعبة هيئة علماء المسلمين من الإنجازات والمواقف والجهود والبصمات والتأثيرات في الميادين كفة ما لا تسعه محاضرة ولا تحويه أمسية ولا يتضمنه مقال أو دراسة لا سيما وأن كل محطة من تأريخ الهيئة فيها من النظر والتحليل والتقييم الشيء الكثير أيها الإخوة حتى تكون الأمور في نصابها من حيث الإيضاح والفهم والاستدلال على حقية مشروع الهيئة في أن يتسيد المشهد العراقي هناك محطات شكلت علامات فارقة ومضيئة في مسيرة الهيئة نتوقف عندها بشيء من الإيجاز وعسى أن لا يكون الأمر طويلا نبدأ مع الوقفة الأولى التي عنونتها بعنوان جهود مأسسة الهيئة فكما تعلمون حينما تشكلت هيئة علماء المسلمين في ذلك الوقت المبكر من عمر الاحتلال وجدت في الواقع العراقي أمرا شاذا غير مألوف كثير من الفوضى كثير من الانهيار الأمني كثير من المغالطات كثير من التضادات والتناقضات كان المشهد العراقي عبارة عن كتلة سوداوية من يريد أن يتشاؤم كثيرا يقول لا يوجد أي ضوء في آخر النفق يبشر العراقيين بأمل فوجدت هيئة علماء المسلمين نفسها وسط هذا التحدي الكبير في وقت كانت يتحاول أن تؤسس وأن تبني هيكلتها المؤسسية بدأت علامات نجاح تأسيس الهيئة على شكل مؤسسة منذ أيامها الأولى وأخذت في السنوات الأخيرة من عمرها تشهد قفزات نوعية بهذا الجانب بحيث طاب لعدد من الذين يرصدون ويحللون مواقف القوى العاملة في العراق سواء ما كان منها يعمل متماهيا مع المشروع السياسي أو ما كان مناهضا للمشروع السياسي من أمثال هيئة يصف هيئة علماء المسلمين بأنها خلية النحل لما يدور فيها من عمل دؤوب ويومي ومباشر وعلى مدار الساعة وفي الآخر تظهر مخرجات هذا العمل على شكل مواقف وعلى شكل متبنيات وكثير منكم يعرف الكثير من مواقف الهيئة إن من يعود بذاكرته إلى السنوات الأولى من عمر الهيئة علماء المسلمين ثم يربطها اليوم بما آلت إليه المؤسسة مؤخرا يجد أن الهيئة اتخذت من تكوينها على هذا الطور المؤسسي ثلاثة أطوار وهذه الأطوار كانت تتم ليس بشكل مرحلي متتابع إنما كانت تجري بالتوازي فإذا رأتنا أن نصنف أو نبوّب هذه الأطوار فإن الطور الأول هو الفكرة والتكوين ونعني بها الخطوات الأساسية التي رسمتها الهيئة من حيث إعداد نظامها الداخلي ورسم خطوطها العامة وتحديد المسميات ودلالاتها وبيان المهام وتصنيف مكونات الهيئة من حيث الأمانة العامة ومجلس الشورى والناطق الرسمي وتحديد مهمة كل منهم فضلا عن تقعيد الثوابت واللوائح ومحددات العمل ومرتكزات الخطار أما الطور الثاني فهو التقسيم والتصنيف ونعني به مرحلة تكوين الأقسام وإنشاء الفروع والمكاتب بالتزامن مع رسم السياسات العامة والقواعد الكلية والجزئية في عمل الهيئة والطور الثالث في النمط المؤسسي لهيئة علماء المسلمين هو المعني به التخصص والتكامل أي الخطوات التي بدأت فيها أقسام الهيئة وفروعها بالعمل وفق تخصصاتها وبدأت تنفذ خطوات المهم المحددة لكل قسم وذلك في ظل خطاب الهيئة وثوابتها ومقاصدها بما يحقق وحدة تكاملية متخصصة في الأداء وموحدة في المقصد هنا لا بد أن نشير وننوه إلا أن أطوار تكوين الهيئة على هذا النمط كانت وما تزال تجري في وقت تخوض هيئة علماء المسلمين في العراق معركتها على جبهات كثيرة ولا سيما على الصعيدين السياسي والميداني وما يتفرع منهما من نسميها معركة حقيقية بكل ما تعني الكلمة معنى معركة المجال الحقوقي وما يتعلق بحقوق الإنسان ومصير المواطنين العراقين في ظل ما يتعرضون له من مصادرات للحقوق في حق الحياة وحق التعبير وغيرها هذا كله يعكس حجم الجهد المبذول في التأسيس والتكوين والعمل وإنما يرصده المتابع اليوم من نتاجات الهيئة التي تقدم الكثير من المواقف والإجراءات والأعمال إنما تدور خلفك وإليسها جهود مضنية لا ينبغي لذي لب أن يمر عليها دون أن يبوئها مكانتها المعتبرة وأن يمنحها حقها في التقييم والتثمين الوقفة الثانية من وقفاتنا مع هيئة علماء المسلمين تتعلق بالأمانة العامة للهيئة والتقسيم المؤسسي وعند هذه النقطة يطيب لنا دائما أن نبدأ بالحديث لنؤكد ما هو مؤكد لدى الجميع أن الجسم الأكبر من هيئة علماء المسلمين هو يعمل في داخل العراق إذ أن أكثر من نصف أعضاء الأمانة العامة هم في الداخل وما يزيد عن ثلاثة أرباع مجلس الشورى كذلك هذا أولا ثانيا لا تعد نظرية تباعد المسافات وتأثيرها السلبي في الأداء لا تعد مجدية في أدبيات أو في سلوكيات هيئة علماء المسلمين بشكل خاص وفي عمل المؤسسي بشكل عام ولا سيما في ظل وسائل التواصل والتقنيات الحديثة هذا الأمر استثمرته هيئة علماء المسلمين أحسن استثمار ولا سيما مع وجود المكاتب الخارجية في عدد من العواصم العربية والإسلامية التي أسستها الهيئة لكي تتولى العمل من خلالها هذا الأمر ذلل كثيرا من العوائق التي تكون أشبه بالمطبات أمام أي عمل المؤسسي بحيث التزمت الأمان العام للهيئة بعقد اجتماعاتها الدورية وفق جداولها المعتادة لتقويم العمل وتسديده وتطويره والقياس هذا أيضا ينطبق على الاجتماع الدوري لمجلس الشورى والمؤتمر العام للهيئة الذي يعقد كل أربع سنوات ما تقدم بشأن جسم الهيئة الأكبر يصدق عليه نشاطها الداخلي في الميادين العامة والدعوية والعلمية والإغاثية والحقوقية والإعلامية وهي كثيرة وموثقة وفي متناول من يود الإطلاع عليها وقد نعرض بعضا منها في وقفات القادمة إن شاء الله تعالى ولكن من كان أي مرء اليوم في ظل ما عندنا متاح من وسائل التواصل والخدمات الإلكترونية يجري زيارة خاطفة إلى موقع الهيئة على شبكة الأنترنت ويرصد الزوايا الخاصة بأقسام الهيئة وفروعها ليبصر أنشطتها التي تحدثنا عنها آنفا الوقفة الثالثة تتعلق بالجانب العلمي والدعوي والشؤون الشرعية والفتوى التي توليها هيئة علماء المسلمين اهتماما كبيرا أقول إن من يتابع إرشيف عمل الهيئة وله ذلك من خلال أعداد جريدة البصائر القديمة والحديثة ومحتوى الموقع الإلكتروني للهيئة أيضا يرصد زخما علميا صنعته الهيئة في وقت مبكر جدا ما بين الأنشطة الدعوية والدورات العلمية ومطبوعات التوعية والإرشاد والفتاوى الشرعية وغير ذلك من الجهود التي تنمي الثراء العلمي لدى الناس وتبصرهم بشؤون دينهم وترشدهم إلى الصواب في شؤون دنياهم ولكن النقل النوعي في الجانب العلمي والدعوي لهيئة علماء المسلمين جاءت على ثلاثة أضرب النوع الأول المواسم المتعلقة بالمؤتمرات العلمية السنوية الحقيقة الجهد الذي بذلته هيئة علماء المسلمين في قضية المؤتمرات العلمية التي حارصت أن تعقد مؤتمرا واحدا كل سنة حقيقة جهد كبير يعني تكاد تكون شهادتي فيه مجروحة لأنني أنا من داخل هذا الجسم الذي أشيد به وأثني عليه ولكن شهادات الذين هم من خارج الهيئة بحق هذا الإنجاز حقيقة شهادات معتبرة ومن يرصد بعضا منها مما وثقناه في طناة الهيئة على اليوتيوب من شهادات الباحثين وشهادات المشاركين في هذه المؤتمرات يجد انعكاسا طيبا يبين للمتابع حقيقة يعني عظم هذا الإنجاز أنا هنا وبشيء من الاختصار أود أن أقرأ على حضارتكم العناوين الرئيسة للمؤتمرات العلمية التي عقدتها الهيئة منذ سنة 2017 وإلى العام الماضي عقدت الهيئة خمسة مؤتمرات علمية ما بين عامي 1438 هجرية و1445 هجرية وكانت هي على النحو الآتي المؤتمر العلمي الأول الذي حمل عنوان هيئة علماء المسلمين والشيخ حارث الضاري في ذاكرة الأمة عقد في صيف سنة 2017 المؤتمر العلمي الثاني المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة عقد في صيف سنة 2018 المؤتمر العلمي الثالث الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث وهذا الذي عقد في صيف سنة 2019 ثم المؤتمر العلمي الرابع التجديد في الدراسات الإسلامية مفهومه ومقاصده وضوابطه وهذا عقد في سنة 2022 ميلادية وآخرها كان المؤتمر العلمي الخامس الأوقاف في العراق تأريخها وأهميتها وواقعها والذي عقد في شهر تموز الماضي من سنة 2023 هذه المؤتمرات الخامسة هي العمود الفقري للنشاط العلم المتطور لهيئة علماء المسلمين لكنها ليست الوحيدة زيد على ذلك المؤتمرات والندوات ذات الطابع العلمي التي عقدت بالاشتراك مع مؤسسات ومراكز بحثية وهيئات إسلامية أخرى سواء في تركيا أو في الأردن أو في تونس أو في ماليزيا والمالديف وغيرها ومن أمثال ذلك مؤتمر أعلام الإصلاح والتجديد محمد الطاهر بن عاشور ومحمد حبيب العبيدي رحمهم الله هذا المؤتمر الذي عقد في جامعة الزيتون بتونس عام 2018 وكذلك مؤتمر الوسطية ودورها في تحقيق الاستقرار والسلم العالمي الذي عقد في المالديف بالتعامل مع منتدى الوسطية الذي مقره هنا في عمان وهذا أيضا عقد سنة 2018 ثم مؤتمر ثورة العشرين في ذكراها المئوية التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية والذي عقد في تركيا سنة 2020 هذا هو الطور الأول من أطوار النهضة العلمية لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي حصرناه في المؤتمرات العلمية وما فيها من إنجازات النوع الثاني أو الطور الثاني من أطوار التطور المراكز العلمية للدراسات الشرعية ودور تعليم القرآن وعلومه وهذه كلها في داخل العراق وبعض منها يعني ينشط في الخارج عبر وسائل التواصل من أمثال مركز الإمام الزهري للعلوم الشرعية ومركز البصائر العلمي ومركز الحافظ علي بن أبي طالب وغيرها من هذه المراكز الحقيقة هذه المراكز يعني هي نوع من أنواع التطور اللافت للنظر في قضاة تدريس العلوم الشرعية نحن اعتدنا ومنذ الصغر أننا نتجه إلى المساجد في العطلة الصيفية وخاصة في الأشهر التي تسبق العام الدراسي الجديد نتجه إلى دورات تحفيظ القرآن الكريم وليس لنا من منفذ لتعلم علوم القرآن إلا هذه المدة ثلاثة أشهر أو أقل بقليل وهذا كان دأب كثير من مساجد العراق ولا سيما قبل الاحتلال لكن هذا التطور النوعي في إنشاء المراكز مراكز الإقرائية تحديدا ومراكز العلوم الشرعية جعلت من دراسة العلوم الشرعية وتعلم القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وإتقانا وما يتعلق به من علوم من تفسير وأحكام وغير ذلك جعلته في المتناول طيلة أيام السنة المراكز التي يشرف عليها كثير من أعضاء الهيئة من الأمانة العامة والمجلس الشورى كما ذكرت لكم مركز الإمام الزهري والبصائر والحافظ علي بن أبي طالب وغيرها هذه تقدم ثراء علميا لمختلف الأعمار وأعيد وأكرر من يتفضل ويدخل إلى موقع هيئة علماء المسلمين ويرسل نشاطها العلمي في هذا الجانب سيجد الكثير من التوذيقات في هذا الأمر كيف تبذل الهيئة جهدا في إعداد المحتوى العلمي الذي يدرس للطلبة وفي أنماط التعليم وأنماط التدريس والمادة العلمية التي تقدم وتدرس التي تتناسب مع كل فئة عمرية تتقدم للدراسة في هذه المراكز وللذكور وللإناث فهذه الشمولية في تقديم العلوم الشرعية حقيقة هي قفزة نوعية لم تكن متاحة من قبل الطور الثالث في التطور العلمي لهيئة علماء المسلمين في مجال العلوم الشرعية والدعوة يعبر عنه هذا التفرد في استثمار وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الكترونية في نشر العلوم الشرعية والدعوة وخصوا بذلك في هذه الجزئية منصة غياث العلمية والدعوية التي يعني ربما شاركتم فيها في الموسم الرمضاني الماضي قبل بضعة سابع بدأت فيه بدورات بمحاضرات علمية وقد سبقت هذه الدورات وهذا الموسم دورات علمية ودروس تربوية في مجالات العلوم الشرعية المختلفة والمتباينة حقيقة منصة غياث جهد يعني استثنائي يشكر القائمون عليه وتشكر هيئة علماء المسلمين على أنها وفرت هذا النوع من وسائل التعليم الوقف الرابع من وقفاتنا في هذه الأمسية تتعلق بالجانب الثقافي للهيئة والحقيقة الجانب الثقافي في هيئة علماء المسلمين مهما قلنا في حقه فإننا نظلمه الإنجازات الثقافية التي أخرجتها الهيئة ولاسيما في السنوات الخمس الأخيرة حقيقة قل ما تخرجها مراكز ثقافية مختصة في المجال الثقافي العمل الثقافي الذي تبنته هيئة علماء المسلمين فيه من الثقل الشيء الكثير لاسيما بعد ثنوع النتاجات والأنشطة الثقافية التي تعزز رؤية هيئة علماء المسلمين وتعكس فكرتها لهذا سنمر مرورا سريعا نأخذ يعني عنوين عامة تتعلق بشيء من مما قلنا من أهمية الجانب الثقافي ما أن يذكر القسم الثقافي في هيئة علماء المسلمين إلا وتذكر معه جريدة البصائر هذه الجريدة الغراء التي بلغت اليوم عددها ستمائة وستة وستين رقم مميز حتى في هذه الذكرى جريدة البصائر هي أشهر من نار على علم ومن تابع الجريدة في سنواتها الأولى وبالمناسبة المعرض المقام على هامش هذه الأمسية فيه من الأعداد القديمة والإرشيفية للبصائر ما يمكنكم أن تطلعوا على الجهد الصحفي في وقت مبكر من عمر الهيئة الذي كان فيه شيء من التمييز الحديث عن تاريخ جريدة البصائر حقيقة حديث طويل وأذكر أننا في أكثر من مناسبة خصصنا ندوات وجلسات وأمسيات خاصة لاستذكار تأسيس جريدة البصائر لأن الحديث الجانبي عن البصائر حقيقة يظلمها البصائر في مرحلة ما من مراحل العراق وصلت إلى أن تكون معتمدة كمصدر رسمي إما لمراكز حقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي تجري على العراقيين أو تعد مصدر علمي لأي باحث يريد أن يبحث في أي مجال من مجالات الحياة ولا سيما في المجالات السياسية أو المجالات العلمية التي كانت فيها من دراسات متنوعة النوع الثاني من مظاهر الجهد الثقافي لهيئة علماء المسلمين ما نعيشه الآن في هذه اللحظات هو مجلس الخميس الثقافي هذا المجلس الذي يعد خطوة رائدة في اتجاه تعزيز التنمية الثقافية والفكر الرشيد والتنظير الاستراتيجي المجلس كما تعرفون جميعا وأنتم رواده الكرام والتقيتم بكثير من المحاضرين الذين يجلسوا في هذا المكان وتحدثوا كوكب من ذوي الاختصاص في مجالات وميادين شتى متنوعة سواء في المجالات الشرعية أو المجالات العلمية أو المجالات الاقتصادية وفي الشأن السياسي وفي الشأن الحقوقي باختصار لا يوجد مظهر من مظاهر الحياة لم يمر على مجلس الخميس الثقافي وهذه حقيقة يعني مظنة لثراء ثقافي واسع يناسب جميع الشرائح ويتوائم مع جميع التوجهات والأفكار الأمر الثالث الذي هو الذي يعد جوهرة الفعل الثقافي في قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين هو التقدم النوعي في طباعة الكتب والإصدارات والمؤلفات في المجالات المختلفة المجالات الشرعية السياسية التاريخية التوثيقية اللغوية الحقوقية السيارة ويعني عددوا ما شئتم من التخصصات تولت مؤسسة البصائر للدراسات والنشر التي يشرف عليها قسم الثقافة في الهيئة طباعة هذه المؤلفات وعملت على أن تجعل منها ألموذجا يحتذى به سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الاختيار الموضوعات الحديث عن المؤلفات وعن الإصدارات وعن المطبوعات دائما ما يرتبط بمعارض الكتاب وهيئة علماء المسلمين لم تدخر جهدا في المشاركة في أي معرض كتاب أقيم سواء هنا في عمان أو في السعودية أو في تركيا أو في قطر والجزائر ومصر وبلاد أخرى غير ذلك مشاركة هيئة علماء المسلمين في معارض الكتاب عن طريق كسم الثقافة وعن طريق مؤسسة البصائر أعطت طابعا إيجابيا وأوصلت فكرة الهيئة إلى كثير من الشرائح المجتمعية من خارج العراق لا سيما وأن كثير من مطبوعات مؤسسة البصائر هي مطبوعات هيئة علماء المسلمين سواء تعلق بوثائقها أو بتأريخها أو بجهودها في الميادين كافة الأمر الآخر الذي يعطي الجانب الثقافي في هيئة علماء المسلمين أهميته هي مراكز البحث والتطوير التي يشرف عليها قسم الثقافة ومنها مركز الأمة للدراسات والتطوير الذي ينتج فصليا مجلة حضارة وأيضا يتكفل بإقامة الندوات والأمسيات الشعرية في مناسبات مختلفة ومتعددة ومتنوعة وقيس على ذلك أيضا مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام الذي هو من مراكز الهيئة في المجال الثقافي والسياسي لأن مركز دراسات استراتيجية يعني يتناول كثير من من ملفات الحياة هذا المركز ومقره في إسطنبول ولديه من الأنشطة تكاد تكون شهرية هناك إما ندوة إما محاضرة إما قراءة في كتاب إما دراسة في شأن من شؤون الحياة يعني هذا باختصار شديد ما يتعلق بالجانب الثقافي لهيئة علماء المسلمين والذي كما قدمت له أننا لا نوفه حقه إذا تحدثنا بهذا الإيجاز الوقفة الخامسة تتعلق بالجانب السياسي وهنا لابد لنا من مقدمة مختصرة إن شاء الله تتعلق بتأصيل العمل السياسي في هيئة علماء المسلمين كما أسلفنا في بداية الأمر أن الهيئة واجهت في باكورة عملها يعني محاربة شديدة من قبل إما الاحتلال مباشرة أو من أدوات الاحتلال وحتى من بعض الذين يعني ربما نظنهم أنهم قريبون منا لكنهم ارتأوا أن يصطفوا إلى جانب الاحتلال كان من جملة الأمور التي يتحدثون بها أنتم علماء مسلمون ما شأنكم والسياسة وهذه مغالطة العمل السياسي لابد أن نفرق فيه بين اتجاهين بين العمل السياسي في العراق وبين العمل السياسي في ظل المشروع السياسي القائم في العراق العمل السياسي خارج منظومة الاحتلال هذا عمل من المشروع والعلماء المسلمون في أصل علومهم العمل السياسي جزء من تخصصهم ولهذا دائما تركز هيئة علماء المسلمين في التعريف عن نفسها بأنها هيئة شرعية لا هيئة دينية لأن عندما نقول هيئة شرعية نعني شؤون الدين وشؤون الدنيا أما إذا قلنا هيئة دينية فنكتفي بالجانب الديني وكأن أمور الحياة الأخرى خارج تخصصنا وهذا غير صحيح العمل السياسي جزء من الدين أو جزء من الشريعة لأن الشريعة الإسلامية تتناول مظاهر الحياة جميعا والسياسة مظهر من مظاهر الحياة ومن هنا باشرت الهيئة في العمل السياسي في ضوء السياسة الشرعية التي تحددها ثوابت الشريعة الإسلامية من حيث أصول العمل السياسي ضوابطه مقاصده غاياته أهدافه الميادين التي ينشط بها في ضوء العمل السياسي للهيئة ترسم الهيئة أهدافها من حيث تصحيح المفاهيم وإيصال المعنى الحقيقي لإدارة الشؤون العامة من قبل أهل الحل والعقد وهم العلماء حتى نضرب مثالا عن هذا الأمر في مطلع هذا الأسبوع أخي الكبير ورفيق دربي في العمل والفكرة الأستاذ حارث الأزدي كان قد قدم ورقة بحثية عن لآت الهيئة الخمسة وأثرها في الواقع العراقي هذه اللآت التي تعبر عن ثوابت الهيئة لا للاحتلال ولا للعمل السياسية ولا للدستور ولا للمحاصصة ولا للطائفية ولا لتقسيم العراق الناظر إليها يرى أنها قضية دنيوية أو حياتية وبعضهم قد يرى أنها مجرد ردود فعل على واقع مشوه وجدته الهيئة فقالت له لا والحقيقة غير ذلك بل هي أعمق من ذلك وأوسع اللآت الخمس لهيئة علماء المسلمين مستنبطة من مقاصد الشريعة الخمسة التي أسسها علماؤنا والتي نصت عليها الأدلة الشرعية كما تعلمون أن الإسلام جاء للحفاظ على خمسة مقاصد أساسية وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض واليوم إذا أردنا أن نسقط لآت الهيئة الخمسة على الثوابت الخمسة للشريعة الإسلامية نتجد كلها مستنبطة منها فحينما نقول لا للاحتلال فإننا نعني أننا يجب أن نحافظ على الدين وأن نحافظ على المال وأن نحافظ على الأقل وأن نحافظ على النفوس وأن نحافظ على العرض لأن الاحتلال وظيفته جاءت لكي تدمر كل هذه المعاني وكل هذه المقاصد وحينما نقول لا للعملية السياسية في ظل الاحتلال فإننا نعني أننا نحافظ على الدين ونحافظ على حياة الناس ونحافظ على أموال الناس لأن العملية السياسية كما تعلمون هي الفساد الطاغي في العراق اليوم إذا وجهناها باتجاه حق الحرية في الحياة فهي أول من يسرق حياة العراقيين وإذا وجهناها إلى حق التملك والمال فهي أول من يسرق أموال العراقيين وقيسوا على ذلك بقية المقاصد الأخرى من هنا ثوابت الهيئة في العمل السياسي مستنبطة من ثوابت الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على أرض الواقع محددة بالشؤون الشرعية التي تفرض على المسلمين أن يتعاملوا معها بعد هذا المقدمة الوجيزة أستعرض وإياكم أبرز أنشطة الهيئة في المجال السياسي وكما قلت قبل قليل حديث بإيجاز عن الجانب الثقافي للهيئة يظلمه كذلك الحديث بإيجاز عن الجانب السياسي يظلمه ظلما مركبا ولكن سيف الوقت دائما يكون له سطوة من مظاهر العمل السياسي في الهيئة كما تعلمون البيانات والرسائل المفتوحة وهذه تعبر عن مواكبة يومية لتطورات المشهد العراقي والشأن العام فإن الهيئة حينما تتخذ موقفا في بيان أو رسالة أو تصريح صحفي إنما هي أخضعت مشهدا معينا أو موقفا معينا للدراسة والنظر والتحليل وتبنت في ضوء ذلك الموقف وهذا يتطلب عملا وجهدا كبيرا الأمر الآخر هي التقارير الدورية للقسم السياسي عن الحالة السياسية في العراق هذه التقارير في حقيقتها شكلت كما يسميها أحد الأخوة مادة دسمة للقواء المناهضة للاحتلال والعملية السياسية كل مراقب للشأن العراقي إذا عاد إلى ما تضمنته تقارير القسم السياسي الدورية يجد فيها غنية بالمعلومات وغنية بالمواقف وغنية بالمشاهد ما يميز التقارير الدورية للقسم السياسي أنها تتعاطى مع المشاهد وتطورات الأحداث في الساحة العراقية خاصة وفي الساحة الأقليمية والدولية بشكل عام ماذا يعني التقارير الدوري للقسم السياسي؟ يعني أن هناك رصد ويعني أن هناك قراءة ويعني أن هناك توثيق وأن هناك نظر ورؤية وتحليل واستنباط واستشراف كلها تتم صياغتها على شكل تقرير وهذا التقرير يخرج للعلن مطبوعا أو مقرؤا أو مسموعا لكن الذي أعد هذه التقارير والذي بادر في كل هذه الخطوات الثمانية التي قلتها لكم قبل قليل تعبر عن جهد يعني حقيقة جهد كبير وكبير جدا تجد أن القسم السياسي على مدار الأسبوع لا يكاد يفتر ساعة واحدة عن العمل في هذا المجال وحقيقة هذا يعني جهد نحن نقوله من ناحية النظرية أنه جهد كبير لكن ليس من رأى كمن سمع والإخوة في القسم السياسي هم أدرى بالحال وأعرف بالمقال الجانب الآخر من الجهد السياسي لهيئة علماء المسلمين يتعلق بحلاقات الهيئة ومعالجة القضايا الكبرى في أمتنا الإسلامية من حيث يعني ما تقدمه الهيئة من مواقف ومفعاليات وعمل متعاون بين جهات أخرى في فلسطين سوريا بورما قضايا الأقليات في العالم الإسلامي كل ذلك حقيقة يعني يؤدي القسم السياسي فيه إنجازا يعني ربما هم يعني أصحاب القسم السياسي هم أولى بالحديث عنه لأني سأظلمهم لو اختزلت كثيرا من جهودهم وأنشطتهم التطور النوعي الآخر في العمل السياسي للهيئة يتعلق بسعيها المتواصل نحو تكامل جبهة القوى المناهضة للاحتلال العملية السياسية كما تعلمون أيها الإخوة نحن في بعض الأحيان نتحدث عن بدهيات وذلك أكرر لكم كما تعلمون لأن كثيرا من قضايا المشهد العراقي متاحة للجميع وكلنا عايشناها على مدى عشرين سنة القوى البناهضة للاحتلال العملية السياسية كثيرة ونشطت في المشهد العراقي منذ وقت مبكر ولكن ترى هيئة علماء المسلمين أن هذه الجهود وإن كانت مشكورة ومؤثرة ولها يعني بصمتها لا بد لها من أن توحد في جبهة واحدة بحيث يكون الموقف موحدا ومن هنا ظهرت مبادرة العراق الجامع سنة 2015 وما بعدها ولعل البعض منكم قد شارك في اللقاءات الدورية التي عملتها الهيئة وعرضت عليكم فكرتها في هذا الجانب هذه المبادرة التي كانت تهدف لإنقاذ العراق والمنطقة خرجت بنا بمخرج له من التمييز شيء الكثير وهو الميثاق الوطني العراقي هذا الميثاق الذي يعد دستورا للقوى الوطنية المناهضة للعمل السياسي أو مظلة تجتمع هذه القوى تحتها حتى توحد موقفها وحتى توحد فكرتها وحتى توحد خطابها لأن الوحدة في منظور هيئة علماء المسلمين مقصد من مقاصدها وثابت من ثوابتها وكلنا يعلم أن هيئة علماء المسلمين إنما قامت في داخلها وفي تكوينها على قاعدة الفكر الجمعي الذي يجمع بين المدارس والأفكار في مساحات مشتركة يؤسس من خلال هذه المساحات المشتركة فكرا جديدا لم يكن مألوفا على الساحة العراقية فمثلما كانت رؤية هيئة علماء المسلمين في داخلها على أساس الفكر الجمعي هذه الرؤية طورتها إلى علاقاتها الخارجية مع القوى التي تشترك معها في مناهضة النظام السياسي ومشروع الاحتلال فكان المثاق الوطني العراقي الذي قدم إنجازات في مسار العمل المناهض ما بين مؤتمرات وندوات وقراءات وبيانات ومواقف وتحليلات ورؤى وغير ذلك الكثير وله إسهامات حتى في الداخل العراقي فيما يتعلق بدعم وحماية شباب المظاهرات ثورة تشرين التي وقعت في 2019 هذا مثال واحد يعطيك انطباعا أيضا أن هيئة علماء المسلمين في العراق في ثقلها السياسي ما تزال تعد رقما صعبا أمام العملية السياسية وحكومات بغداد المتعاقبة وأضرب لكم على ذلك أمثلة العام الماضي حينما أقدمت السلطات الحكومية وما تتعزز به من ميليشيات طائفية على هدم جامع السراجي في محافظة البصرة لا أظن أن أحدا من القوى العاملة في الساحة العراقية سواء في داخل العراق أو في خارجها أو في داخل المنظومة السياسية أو في خارجها لم يصدر موقفا أو لم يصدر بيانا الجميع انتقد يعني من هم خارج إطار الحكومة الجميع انتقد والجميع أدان والجميع قال هذا الفعل غير صحيح وهذا يؤجج الفتنة وما إلى ذلك من بين المن أصدر موقفا هيئة علماء المسلمين أصدرت بيانا نتعلق بهدم جامع السراجي والمؤامرات الحكومية التي تستهدف أوقاف المسلمين في العراق الإعلام الحكومي ترك كل هؤلاء على جنب وتفرغ لانتقاد بيان هيئة علماء المسلمين وخصص نشرات إخبارية استضاف فيها بعض المحسوبين على خط الميليشيات يتحدث عن هيئة علماء المسلمين إرهابية هيئة علماء المسلمين لا يحق لها أن تتحدث على السلطات الحكومية أن تقيد عمل هيئة وما إلى ذلك لماذا يتم التعاطي مع المواقف تلك ويمرون عليها مرور الكرام لكن عندما يأتي الموقف من هيئة علماء المسلمين تكون هناك وقفات وتكون هناك اعتراضات هذا يعني أن فعل الهيئة مؤثر وأن بصمة الهيئة في الجانب السياسي ما تزال تمثله هاجسا لحكومات الاحتلال المتعاقبة ولعلي هنا أقول ما الذي يدفع حكومات الاحتلال المتعاقبة لأن ترسل وساطات بين حين وآخر إلى هيئة علماء المسلمين تريد أن تستميلها لكي تحصل منها على موقف وإن كان لينا لدعم العملية السياسية لو لم تكن هيئة علماء المسلمين بثقلها السياسي مؤثرة في هذا الاتجاه لما توجهت إليها أحزاب وحكومات العملية السياسية لتحاول على أقل التقدير أن تبعدها عن الطريق ومثال آخر أختم به هذه الجزئية العام الماضي وفي ذكرى احتلال العراق ونحن في رصدنا في قسم الإعلام نتابع كثير من البرامج التي تتعلق بالمشهد العراقي من ضمنها خرجت قناة الجزيرة بفيلم وثائقي بمناسبة ذكرى احتلال العراق الذكرى العشرين لاحتلال العراق وبث هذا الفيلم الوثائقي ضمن برنامج القصة بقية وكان من ضيوف الفيلم الوثائق الذي عرض في البرنامج أخونا الكبير الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق لما عرض البرنامج في ساعته في تلك الليلة كان هناك ضيوف من بغداد أحدهم يمثل الحكومة والآخر يمثل مراكز بحثية ويعني إجراءات البرامج الحوارية كما هو معتاد بدلا من أن يتحدث الضيف الذي يمثل الخط الحكومي عن ذكرى احتلال العراق ماذا حصل بعد الاحتلال بدلا من أن يطبل لحكومته بأنها حققت كذا وكذا وكذا مباشرة بدأ في مستهل حديثه يعترض لماذا تستضيفون هيئة علماء المسلمين في برنامج وثائقي أو في فيلم وثائقي لو لم يكن للوجود السياسي لهاية علماء المسلمين تأثير مؤثر أو فعل مؤثر على المشهد السياسي في العراق لماذا تتجرأ هذا واعترض لماذا تستضيفون هيئة علماء المسلمين وقيسوا على هذه الأمثلة أشياء أخرى كثيرة لا مجال لذكرها الآن الوقفة السادسة تتعلق بالجانب الإغاثي والإنساني القسبان الإغاثي والاجتماعي في هيئة علماء المسلمين يمكن أن أقوله بشيء من المسؤولية أنهما من الجهات القليلة والمتفردة التي رعت النازحين والمهجرين في مخيمات النزوخ في العراق سواء في مخيمات النزوح أو في الأحياء السكنية المتواضعة التي لجأ إليها النازحون بعد مهاجمة مدونهم وقراهم وتهجيرهم وإحلائهم قصريا أو من الذين لم يجدوا مأوى سواء مخيمات النزوح لن نتحدث عن المنح التي تقدم للنازحين ولا عن الطرود الغذائية ولا عن الكسوة الشتوية وسائل التدفئة وسائل التبريد في الصيف وما إلى ذلك هذه الأمور التي صارت جزءا من العمل الروتيني للقسم الإغاثي ولكن دعونا نرجع قليلا إلى سنوات الاحتلال الأولى ونحن دائما نؤكد أن الهيئة حينما نشأت في ذلك الظرف العصيب كانت تقاتل على جبهات متعددة ومنها الجانب الإنساني والاجتماعي في العراق الذي عانى العراقيين منهما عانوا تعلمون أيها الإخوة أن العراق على مدى عقد من الزمان قد أنهيك بالحصار الاقتصادي وبات الوضع الاجتماعي والإنساني في العراق في أدنى درجاته فلما انقضت حقبة الحصار تلينا بالاحتلال فكانت الأمور أسوأ من ذلك بكثير وحينما وجدت هيئة علماء المسلمين نفسها في الساحة تقاتل على كل الجبهات لم يكن لها أن تترك الجبهة الاجتماعية ولا الجبهة الإغاثية هكذا فقدمت ما شاء الله لها أن تقدم في سبيل دعم الناس من فقراء من محتاجين من رعاية يتامة من ترميم البيوت من ترميم المنازل وحتى في السبوع الماضي كان القسم الاجتماعي في الهيئة يقدم إنجازات من هذا النوع في بغداد ومحيط بغداد وصلت إنجازات وهيئة علماء المسلمين في هذا المجال إلى تأسيس المراكز الطبية والصحية إلى تجهيز المدارس المؤقتة في بعض القرى والنواحي البعيدة التي لا يستطيعوا أبناؤها الوصول إيصال أولادهم إلى المدارس كل هذا جهد حقيقة يحسب لهيئة علماء المسلمين في أنها هي جهة شرعية مجالها الجانب الشرعي ولكن شؤون الحياة الأخرى لم تكن بمعزل عن تخصصها الوقف السابع هي الجانب الحقوقي والقانوني وأكاد أسمي الجانب الحقوقي في هيئة علماء المسلمين أشبه بالعمود الفقري في العمل لأن قسم حقوق الإنسان في الهيئة وهو يواصل جهوده المتنوعة والمتعلقة بالحالة الحقوقية في المشهد العراقي والشأن العام حتى يهدف إلى إظهار الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ويعمل على رصد الجرائم التي تطال العراقيين ويقدمها إلى المنظمات المختصة بغاية ومقصد محاسبة المتورطين بها ولأن ملف حقوق الإنسان في الهيئة كبير وضخم فهو على مدى عشرين سنة بات مرجعا حقوقيا وتاريخيا تستسقى منه الحقائق الكثير من ملفات الشهادات التي تكون هي في إطار البحث عن حقوق الإنسان قسم حقوق الإنسان وهو جزء من الهيئة يؤدي جهدا تؤديه منظمات ومؤسسات مختصة في المجال الحقوقي ولكم أن تتخيلوا كم الجهد الذي يبذله هذا القسم لاختصارا للوقت لن نتحدث عن إنجازات القسم في العشرين سنة الأخيرة وإنما سنتحدث في السنة الماضية فقط ما بين شهر أيار مايو 2023 وآذار مارس الماضي 2024 على مدى الأشهر العشر القليل الماضية في جانب التقارير أصدر القسم سأقرأ لكم عنوينها على عجالة تقارير قسم حقوق الإنسان في هذه المدة وزارة الهجرة في حكومة بغداد لا تعترف بمسؤوليتها تجاه النازحين سجون العراق أماكن للانتقام من المعتقلين وتعذيبهم وإزهاق أرواحهم استمرار عمليات التعذيب والإعدامات الجماعية في العراق إقرارات حكومية بالتعذيب وإخضاع القضاء وإفساد الحقائق المجاعة تهديد آخر لمئات الآلاف من النازحين في العراق ويتوج هذه التقارير كل سنة قسم حقوق الإنسان بالتقرير الدوري لحالة حقوق الإنسان في العراق وهذا التقرير في الحقيقة يعني هو ملف إرشيف من الإرشيف الضخم جدا على مدى عام كامل يوثق قسم حقوق الإنسان ما يجري في العراق من انتهاكات وما يتطلبه الواقع الإنساني والحقوقي في العراق سأقرأ لكم محاور التقرير فقط الذي يعده القسم سنويا المحور الأول القتل والإصابة خارج القانون والثاني الاعتقال التعسفي والاختفاء القصري والإعدام الهجرة والتهجير والنزوح القصري أوضاع المرأة والطفل أوضاع الأقليات الخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري الوضع التربوي والتعليمي الوضع الصحي والبيئي وضع الحريات العامة والصحفية التغيير الديمغرافي الإفلات من العقاب وعمليات التعذيب ولكم أن تتخيلوا كل هذه المحاور تنطوي تحتها كم كبير من المعلومات والحقائق والوثائق ذات الصلة بهذا الملف والحقيقة قسم حقوق الإنسان في الهيئة لا يعمل لوحده في ساحة مجال حقوق الإنسان في هذا المجال وإنما الهيئة أيضا تدعم اتجاهات أخرى ومركز حقوقية أخرى لها بصمتها ولها آثارها ولها دورها في كشف الحقائق المتعلقة من انتهاك حقوق الإنسان في العراق ولعل مركز توثيق جرائم الحرب الموذج من هذه النماذج التي حقيقة قفزت بنقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان من حيث التوثيق ومن حيث الرصد والمتابعة الوقف الثامنة تفعيل عمل أقسام الهيئة وفروعها في الداخل وهذا جانب من جوانب البناء المؤسسي للهيئة المختلط مع الجانب العملي والتطبيقي فعلى الرغم من الوضع الأمني الحرج في داخل العراق والمضايقات المستمرة والخطر المحدق بالهيئة وبعضاء الهيئة والعاملين فيها لكن أقسام الهيئة وفروعها في الداخل تواصل العمل ومن يتابع منصات الهيئة الإعلامية والألكترونية سيرى أسماء مدن مهمة ما تزال هيئة علماء المسلمين تنشط فيها علمياً دعوياً إغاثياً اجتماعياً وفي بعض الأحيان سياسياً مثل مدن محافظة الأنبار مثل الكاركوك الحويجة تكريت بيجي الطارمية والقائم فضلاً عن العاصمة بغداد وتوثيقنا لعمل أقسام الهيئة وفروعها في داخل العراق إنما هو يعبر عن الجهد الكبير لهيئة علماء المسلمين وكما أسلفت لكم بالإمكان مراجعة أرشيف هذا العمل في موقع الهيئة الوقفة التاسعة تتعلق بالشؤون العامة والعلاقات ولربما هذه الوقفة لا صلة بالجهد السياسي للهيئة لأن الهيئة حرصت على أن توثق علاقاتها مع مؤسسات العلماء في العالم الإسلامي وما يتصل بهذه المؤسسات من أنشطة وفعاليات فعلى سبيل المثال عضوية هيئة علماء المسلمين في العراق في الهيئة التنسيقية لمؤسسات العلماء في تركيا والمشاركة الفاعلة في أغلب أنشطتها من خلال التواصل شبه اليومي مع مكونات التنسيقية وتبادل الأفكار والرؤى في سياق العمل المشترك وتبني المواقف المشتركة التي تتصل بقضايا الأمة في فلسطين وسوريا واليمن والسودان والأقليات الأخرى في تركستان الشرقية وبورما وأحوال المسلمين في بلاد المغرب ولعل جهد الهيئة المستمر في المشاركة في أسبوع القدس العالمي هو الأنموذج الأكثر إضاحا لهذا النوع من العلاقات زيد على ذلك ما يجري مؤخرا من أحداث غزة وما فيها من إجرام يتعرض له أهلنا هناك كان الهيئة علماء المسلمين أيضا بصمة طيبة في هذا المجال من الناحية السياسية من الناحية الإغاثية ومن ناحية الفتاوى والقضايا الشرعية والبيانات المشتركة أيضا مع المؤسسات الأخرى لعل من اللافت هنا أن نستشهد بجهد الهيئة فيما يتعلق بالعلاقات علاقاتها مع المؤسسات الأخرى وفي اهتمامها بقضايا الأمة في أرجاء الأرض اهتمام هيئة علماء المسلمين بأحوال المسلمين في أفريقيا وما يجري في بعض بلدانها هناك من أحداث سواء ما يتعلق بتطورات ميدانية أو مواقف سياسية أو حتى ما يتعلق بما يجري لعلمائها هناك نذكر هنا في هذا المقام مثالا واحدا يظهر ثمار مواقف الهيئة في الشؤون العامة وحوال المسلمين في العالم في شهر آذار من سنة 2018 أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا يتعلق بوافاة الداعية الشيخ موسى محمد نور رحمه الله وهو أحد كبار العلماء والدعاة في إيرتيريا بعد أن أمضى خمسة أشهرهم في السجن دون أن يتلقى رعاية صحية مناسبة ودون مراعاة لسنه ومكانته العلمية والاجتماعية لدى الشعب الإيرتيري بعد أن أصدرت الهيئة هذا البيان ذكرت فيه مناقب الشيخ الفقيد وترحمت عليه وصورت للعالم حجم المأساة التي يتعرض لها العلماء في ذلك البلد كتب أحد وطلبت العلم في إيرتيريا تعقيبا على هذا البيان قائلا لم أكن أتصور أن يكون أول بيان للتعزية في الشيخ موسى يصدر عن علماء العراق رغم أن فيهم ما يكفيهم كما نقول ولكن عندما رأيت البيان أيقنت أننا أمة واحدة وإنتبا عدد الديار سلام على سنة العراق وهذه الشهادة مثال واحد من بين أمثلة كثيرة تعكس نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها المرحلية وهي البقاء والاستمرار في مسار وحدة الأمة وتكافلها وتعاطفها وتكامل أبنائها في قضاياهم الوقفة العاشرة والأخيرة تتعلق بالجانب الإعلامي لهيئة علماء المسلمين وأنا أريد لكم حديثا مختصرا عن قسم الإعلام وآلية العمل فيه وبيان وحداته ومكوناته ولن أخوض كثيرا في التفاصيل لأن إعلام الهيئة هو الذي يعبر عن جهد الهيئة فإذا أردنا أن نتحدث لن ننتهي فأبدأ وأقول من مهام من قسم الإعلام التغطيات الإخبارية وإنتاج المحتوى وتصدير رسالة الهيئة والرصد والتوثيق والمتابعة والتحليل ومن وحدات القسم إدارة القسم وهي التي تعنى بالإشراف والتنسيق مع الأمان العامة عن طريق مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة والإعلام وهيئة التحرير التي مهمتها تحرير الأخبار وصياغتها في ضوء رسالة الهيئة وثوابتها ووحدة الرصد والمتابعة ووحدة الدعم والإسناد ووحدة الإرشيف والتوثيق ووحدة المونتاج والإخراج الفني ثم منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمواقع والوكالات الإخبارية المساندة هنا أود أن أذكر شهادة على عجالة بحق قناة الرافدين الفضائية على الاعتبار أننا نتحدث في محور الإعلام هذه القناة ذات الريادة التي أدت رسالة عظيمة وكبيرة جدا ظروف نشأتها لا تختلف كثيرا عن ظروف نشأة هيئة علماء المسلمين فمنذ تأسيس القناة كانت مستهدفة عملت في العراق فترة وجيزة ولم تلبث حتى أنه جمت واستهدف مقرها بانفجار وباتت مراسلوها لا يستطيعون الحديث عن أنهم قناة الرافدين وبات الناس يخشون من الحديث فيها فقط لأن الميليشيات تتابع محتوى هذه القناة التي تتبنى خطاب هيئة علماء المسلمين وتتبنى خطاب كل القواء المناهضة للاحتلال والعملية السياسية تحية لقناة الرافدين من هذه المنصة على جهدها الكبير الذي تبذله على الرغم من ضيق ذات اليد وعلى الرغم من تضافر الظروف العصيبة عليها لكنها ما تزال ثابتة وصابرة تبذل وسعها في سبيل أن تحقق للعراقيين ما يطمحون إليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يكرمنا بنعمة الإخلاص وأن يهدينا إلى سواء السبيل في ختام هذه المحاضرة أشكر لكم حسن استماعكم وعلى أمل أن نلتقي في ملتقيات أخرى إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن ننتقل إذن إلى معرض الكتاب أستاذ حارث إلى معرض الكتاب إن شاء الله أزاكم الله خيرا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستذكر في الذكرى الحادية والعشرين من تاريخ ولادة هيئة علماء المسلمين في العراق التي كانت هي الواجهة الحقيقية في التصدي لمشروع الاحتلال هنا نستذكر ثباتها ونستذكر حقيقة المشاريع التي يمكن أن نصفها بأنها الواجهة الحقيقية لمناهضة الاحتلال الأمريكي ومشاريعه الخبيثة في العراق إذا ما أخذنا بواقع العمل السياسي أو واقع العمل الاجتماعي والثقافي أو الإعلامي الذي نهض آلة الاحتلال الإعلامية بطريقة كبيرة تماما ومنها قناة الرافدين أو الواقع حقيقة الحقوقي فنتكلم عن إرث كبير في هذه الأعوام استطاعت أن تواكب سنويا مجريات الحالة العراقية وكانت فاعلة إلى هذه اللحظة هذه الأمسية اليوم كانت مهمة جدا سواء في المحاضرة التي ألقيت أو في معرض الكتب الذي شاهدنا فالمحاضرة تناولت جوانب مهمة جدا من إنجازات هيئة علماء المسلمين سواء في الجوانب الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية ونشاطاتها التي تدلل على المكان الكبير التي تتمتع بها وكذلك إيمانها بأهدافها ومبادئها التي قامت من أجلها ولذلك المحاضرة أنا أعتبرها جامعة شاملة لكل الجوانب المتعلقة بإنجازات هيئة علماء المسلمين خلال فترة مسيرتها الطويلة هذه منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا حوالي ربع قرن من الزمن نستذكر بإجلال وإكبار تأسيس هيئة علماء المسلمين التي انطلقت في وقت احتلال العلاق وهذا التأسيس بهذا الظرف وهذا الدور العظيم الذي قامت به متزامنة مع حدث جلل لبلد مثل العراق بتاريخه وقيامه ومغادئه وما يحمل هذا الاحتلال من مشروع عالمي ضد المسلمين بشكل عام يبتدأ من العراق وتأسيس هيئة علماء المسلمين لتكون بالضد لأكبر دولة بالعالم أعتقد هذا هو الهدف الأساسي والذي أعطى لأعضائها المسئولية التي أدوها بأمانة فرحم الله من قضى منهم ونسأل الله التوفيق لمن بقى شكرا للأستاذ معاذ البدري على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الكرام وعلى أمل أن نلقاكم في مجالس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة